النهاردة اليوم عنوانه الاحتفال وتكريم رجال الشرطة في عيدهم الخمسة وستين طبعا كانت الاحتفالية النهاردة اللي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وكبار قيادات الدولة وكان الحقيقة يعني احتفال لطبع هادي ومؤسر الحقيقة مؤسر في كلمات أسر الشهداء وأموهات الشهداء طبعا كما هي العادة اللي ضحوا بأرواحهم في سبيل استقرار الوطن لكن في نفس الوقت كان فيه ملمح من الأمل والتفاؤل المستقبل بكرة أطفالنا اللي النهاردة برضو اتكلموا وغنوا لمصر والشعب المصري بأكمله النهاردة كانت كلمة مهمة لرئيس عبدالفتاح السيسي متعلقة بالمشهد بشكل عام سواء الاحتفال بعيد الشرطة ودور قال النهاردة الرئيس كمان ان ظروف مشابهة لحرب الاستنزاف وان مصر ان شاء الله قادرة على تحقيق النصر وده هيكون بإرادة الشعب المصري كله علشان كده كمان وكمالمح إنساني الرئيس أكد على انه لازم يكون فيه دور أو زيارة لمصابي قوات المسلحة والشرطة في المستشفيات وان ده شيء بيرفع من الروح المعنوية وبيؤكد على تلاحم الشعب مع قوات الأمن برضو الرئيس النهاردة اتكلم عن التحدي اللي بيواجه الدولة لهو الوضع الاقتصادي طبعا وقال احنا كلنا عارفين مشاكلنا واللي بيحصل في الشارع والغلاء لكن برضو شكر الشعب على قوته وصبره وتحمله للظروف الصعبة دي ووعد بالتغلب عليها إن شاء الله برضو النهاردة الرئيس اتكلم عن قضية اجتماعية صحيح قال إن في الوضع الاقتصادي فيه مشكلة لها علاقة طبعا بزيادة عدد السكان بشكل كبير وإن في العشرين سنة اللي فاتت زدنا أو في التلاتين سنة زدنا عشرين مليون وده اللي طبعا بيؤدي لعبء على موازنة الدولة وعلى الخدمات اللي بتتقدم بشكل عام لكن اتكلم تحديدا على موضوع نسبة الطلاق اللي زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة فوجه إنه يكون فيه تشريع يكون فيه قانون يتعامل مع هذه المسألة ما يكونش الطلاق شافهي لكن يكون الطلاق مكتوب بورق أمام مأزون زي ما الجواز كان بالطريقة وبالأسلوب ده على كل الأحوال خلو ده الأول احنا معنا تقرير كده عن الاحتفال النهاردة وفي بداية الاحتفال حصل إنه تم عرض الرسالة مسجلة من ضباط الشرطة المشاركين في الحرب على الإرهاب بسينة موجهة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وجددوا لي العهد والوعد بأن مصر هتفضل دايما واحد أمن وأمان للمشاركة في احتفالة عيد شرطة الخامس والستين تم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استقبال رسمي حافل بالسلام الجمهوري والأغاني الوطنية وقام بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة تحية واجبة نقدمها اليوم تقديرا وعرفانا لذكرى شهداء الشرطة الأبرار لبطلاتهم وتضحياتهم الخالدة وأقول لأبنائهم وعائلاتهم إننا لن ننساهم ولن ننساكم احتفال أكد خلاله السيسي أنه تم ضبط ألف طن متفجرات أثناء حملة مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية وأن مصر فقدت رجالا رفضوا الاستسلام ضاربين المثل بالبسالة والقوة مضيفا أن مصر الحرة الكريمة تستحق كل التضحية والفداء كما كرم لفيفا من أسماء شهداء وزارة الداخلية وسلم أسر الشهداء أوسمة الجمهورية من الدرجة الثالثة ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وجدد اللواء مجدي عبد الغفار خلال كلمة ألقاها العهد بأن يظل رجال الشرطة أوفياء وحارسين على بذل كل غال ونفيس للدفاع عن الوطن وحماية مقدراته لتحية مصر أود التأكيد أننا سنستمر إلى جانب أشقعنا بالقوات المسلحة في خندق واحد نتصدى لخطر الإرهاب الداهل ببسالة وقوة ولن تنالوا من عزيمتنا أو تعرق المسيرتنا هذه الجرائم الدنيئة وأقام خلال الحفل أيضا بإهداء رئيس عبد الفتاح السيسي مجسم شعار